بمجرد بقى مساعدتك بتحدد او بتقول ان الجدول بتاعك في الفيرست نورمال فورم زي ما حنعمل دلوقتي حالا على الجدول الجميل اللي قدامنا ده خلاص هنيجي بعد كده مرحلة ايه هو او فين هو البرماري كي زي ما حنشوف عايشكم كده تبصوا للجدول اللي قدامكم ده الاول ركزوا فيه كويس لمدة خمس ثوان واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة طبعا صوتي شوش عليكم صح كده الجدول اللي قدامنا ده يا جماعة الجدول اللي قدامنا ده في الفيرست نورمال فورم ها حد يقدر يحلف لي ويقول لي والله الجدول ده في الفيرست نورمال فورم حد يقدر يقول الكلام ده يا جماعة في رأيكم ها طبعا لا لان الجدول ده زي ما انتم شايفين الخلية الوحدة فيها اكتر من بيان اهو بصوا كده الخلية دي فيها ايه فيها ريسيرج واوبريشن واوبريشن تمام هو هنا يقصد ايه يقصد ان علي البروجيكت كود بتاعه بي وان وشغال 12 ساعة والديبارتمنت بتاعه او رقم القسم بتاعه 10 تمام واسم الديبارتمنت ريسيرج وبرضه علي البروجيكت كود بتاعه 2 وشغال 20 ساعة وهكذا يا جماعة يعني معنى كده ان الجدول ده تمام المفروض يبقى شكله عامل ازاي قبل ما تشوفه دلوقتي لو سمحته انا عايز كل واحد يحول هذا الجدول للفرست نورمال فورم لو سمحته يا جماعة اعملوا بوس خلاص وقفوا الفيديو ده وحاولوا ان انتم تعملوا ايه تعملوا باديكم كده خلاص تكتبوا باديكم الجدول ده في الفرست نورمال فورم حيبقى عامل ازاي طبعا يا جماعة انا واثق فيكم جدا خلاص ومتأكد ان انتم فعلا عملتوا بوز وقفتوا الفيديو واشتغلتوا باديكم والجدول المفروض هيكون شكله عامل كده كده الجدول ده نقدر نقول عليه في الفرست نورمال فورم بمجرد ما بتكتشف ان الجدول بتاعك في الفرست نورمال فورم بتيجي للمرحلة اللي بعد كده على طول اللي اسمها هاو تو جيت ذي برايماري كي وعلشان نجيت البرايماري كي او علشان نحدد البرايماري كي يا جماعة مقيم لازم نفهم حاجة اسمها فانشنال ديبندانسي فانشنال ديبندانسي او الاعتمادية الوظيفية خلاص الاعتمادية الوظيفية دي بتقول ايه بتقول ان اكس بتست واي والواي دي سبست من اكس ها مش فاهمين ممكن نتعيد تاني لأ انا عايد لكم بس بمثال وليكن المثال اللي قدامنا ده تمام الامب نمبر بيست الامب نيم يعني يا جماعة لو انا جيت كتبت مثلا الموظف رقم 20 ودست انتر يجيب لي اسمه على طول والاسم بتاع الموظف ده اللي بيحدده مين الامب نمبر تمام مثالتين الامب نمبر خلاص بيحدد الدبت نمبر اللي هو رقم القسم يعني ورقم القسم بيحدد عن طريق الامب نمبر يعني ممكن اقول يا جماعة انا عايز اعرف الموظف رقم 10 ده شغال فاني قسم فبالتالي رقم القسم بقى بيجي عن طريق مين رقم الموظف يا رب بتكون وصلت ده ها وصلت ولا لأ تمام يعني حاجة بتحدد حاجة طيب بصوا كده معايا في الجدول الجميل اللي قدامنا ده مين هنا بيحدد مين ها طبعا النمبر بيحدد ايه بيحدد النام صح ولا غلط طبعا يا جماعة النمبر بيحدد النام اوكي كده دي كده اول حاجة عندنا ايه تاني النام يا جماعة بيحدد البروجيكت كود يعني ممكن نكتب مثلا علي علي ده بيحدد البروجيكت كود علي زي ما انتو شايفين كده ليه بيحدد البروجيكت كود واحد ها لا طبعا فبالتالي الفونكشنال دي مندانسي التانية او الاف دي التانية المفروض اسمها ايه ها البروجيكت كود خلاص كده حيحدد الديبت نمبر البروجيكت كود حيحدد الديبت نمبر خلاص كده طب حد يعرف يطلع لي الاعتمادية الوظيفية او الفونكشنال الديبندانسي التالتة ها سهل قوي بقى وبينة جدا ايه رأيكم ها الديبت نمبر بيحدد الديبت نيم دي كده الاعتمادية الوظيفية التالتة او الفونكشنال الديبندانسي التالتة ها سهل كده يا جماعة الكلام ده طب الكلام ده هنجيبه ازاي الكلام ده بقى بالخبرة يا جماعة الكلام ده بالخبرة خلاص يعني في بعض المناهج بيجيبولهم جدول زي كده وبيقولولهم ايه احنا عايزين اكتر من فونكشنال بندانسيز بناءا بقى على الفهم واللوجيك والمنطق وبناءا على الكيس نفسها بناءا على الكيس جميل جدا وحد بقى يقدر يقولي دلوقتي مين البرامري كي في دول يطرى النمبر هو الوحده برايمري كي طب يطرى البروجيكت كود هو الوحده برايمري كي طب يطرى الدبت نمبر هو الوحده برايمري كي ولا يطرى التالتة مع بعض فهمين يا جماعة منع عندي اكتر من عمود اهو فيه ارقام وكل عمود الوحده ينفع يبقى برايمري كي صح ولا غلط ولكن زي ما انتو شايفين كده النمبر ده لوحده ينفع يبقى primary key يا جماعة ها استحالة طبعا لوحده يبقى primary key ماينفعش ليه ماينفعش لان زي ما انتو شايفين متكرر اهو تمام كده فماينفعش النمبر ده لوحده يبقى primary key طيب يا طرى البروجيكت كود لوحده ينفع يبقى primary key ها يا طرى ينفع طبعا برضو ماينفعش لانه متكرر طب يا طرى الديبت نمبر ينفع يبقى لوحده primary key برضو ماينفعش لانه يبقى متكرر اهو احنا كده بقى وقعنا في الايه في الفخ صحي كده طب هنعمل احنا ايه في حالة زي كده في حالة زي كده على طول automaticly لازم تجيب ايه بقى مفتاح مركب او compound key مفتاح مركب يعني المفتاح الرئيسي بتاعك او primary key بتاعك يكون عبارة عن اكتر من عمود في نفس الوقت يعني مثلا تقول ايه والله انا عندي النامبر والبروجيكت كود مع بعض دولات بيحدده ال name وعندي برضو النمبر والبروجيكت كود بيحدده الـ ديبت نمبر وعندي برضو النمبر والبروجيكت كود بيحددها الأوردس ماليش يعني ايه مش فاهمين يعني رقم الموظف اللي في المشروع رقم كذا اقدر عن طريق اللي كنين دول مع بعض اجيب اسم الموظف نفس القصة رقم الموظف اللي في البروجيكت كذا اقدر اجيب الديبت نمبر ورقم الموظف اللي في البروجيكت كود اقدر اعرف هو بيشتغل كم ساعة تمام واخيرا الديبت نمبر لوحدها بتحدد مين بتحدد الديبت نيم صح كده ولا غلط صح جدا يبقى بالتالي بقى وهو ده اللي احنا هناخده ان النامبر والبروجيكت كود بيحددها النيم وعدد الساعات والديبت نمبر والديبت نيم اللي كنين دول يا جماعة النامبر والبروجيكت كود هما دولات اللي بيحددها كل حاجة وبالتالي يبقى عندي البرامري كي عبارة عن نمبر والبروجيكت كود خلاص كده يا جماعة اتفقنا وطبعا برضو حرجع اقول ايه ان الديتابيس ديزاين يا جماعة عاملة زي الرسم لو انا جيت كده جماعة الناس عندي مثلا ميت فارد وقلت لهم ارسمولي مسجد يا ترى الميت فارد هيطلعولي نفس المسجد ها استحيله طبعا كل واحد هيرسمه حسب خياله فاهمين الفكرة طب لو رحت جاي قلت ايه قلت لهم ارسمولي مسجد خلاص في العصر الفاطيمي هيبتده لا فعلا بقى يعملوا السيارش شوية ويبتده يبقى الموضوع ايه فيه قيود شوية خلاص يبتده يشوف فعلا يا ترى الرسوم المعملية في العصر الفاطيمي كان عامل ازاي ورحت جاي حددتها شوية ورحت جاي قلت ارسمولي مساجد في العصر الفاطيمي تمام اللي كانت موجودة في المكان فلان الفلاني اه ده احنا كده حددناها اكتر ويريد بقى ترسموه دي المساجد ويكون لونها كذا وكذا فاذا الموضوع بيختلف من شخص الاخر وعاية اقول لكم حاجة حتى لو عملت لهم قيود في الاخر خالص لازم حنلاقي رسومات مختلفة فالداتا بيس ديزاين هي دي بتكون مختلفة من ديزاينر للتاني كده بقى اكون كده وصلت لكم المعلومة بشكل ساهل خلاص انعيف الموضوع في البداية ممكن يكون صعب ولكن ان شاء الله بعد كده ويبقوا معنا موسيقى